الحياة وسعاوي لأن الله سبحانه وتعالى تجعل عليها باسمه الواسع سبحانه وتعالى فالحياة وفي السماء الرزقكم مما توعدون والحياة الله سبحانه وتعالى كفى لفيها الرزق حتى لو أغلقت الأبواب فيها قوله تعالى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَةً وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ فالحياة وسعى فما ينفعش وإحنا بنبني بنا آدم نبنيه على الديء لازم لما نساعد بنا آدم على أنه يتجلى عليه الله سبحانه وتعالى ويتنور ويبقى النور بيملح حياته أنه إحنا نعايشه في ديء إحنا في حلقات يوم لتنين بنتكلم على مستقبالنا على أولادنا إزاي نقدر نبني أولادنا إزاي نعيش في بناء الإنسان ونستثمر في مستقبالنا في أولادنا فاكرينه إحنا صغيرين كنا دايما بنسأل نفسنا وكمان ورسنا السؤال ده وبين النسأل لأولادنا تطلع إيه لما تكبر حلمك تكون إيه وكان السؤال ده عن الأحلام ده جزء أساسي من تكوين الإنسان جزء أساسي من بناء الإنسان عارف ليه؟ لأن ده جزء من فهم وسع الحياة أن أنت تخلي الإنسان يرى المستقبل ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل إلى لما بعد الموت يعني إيه؟ الكيس من علم أن الحياة متسعة وهناك حياة حتى بعد الانتقال يعني فيه حياة وسعة هو ده الإنسان الكيس هو ده الإنسان العاقل ولذلك جزء أساسي من هويتنا إحنا شايفين بكر إزاي؟ جزء أساسي من هويتنا أحلامنا مستقبلنا دلوقت بيكتر على الناس الأهالي أن الأولاد ما عندهمش حلم أو في الحقيقة أنا أقول لكم حاجة من كترة عشرة للأولاد وخاصة اللي بيسموه جيل زي اللي هو جيل الألفية إيه اللي حاصل؟ الأولاد وكأنهم عايشين بالمفهوم اللي إحنا كنا بنقول عليه عايشني النهاردة وموتني بكرة يعني أولاد ما عندهمش حلم بالمعنى اللي إحنا متعودين عليه فكتب من الأولاد ما عندهمش حلم ولا عندهم هدف في الحياة بس هل ده حقيقي؟ هل اللي إحنا شايفينه ده حقيقي؟ فيه ساعات أهالي بتقول حلم إيه؟ الأولاد أصلاً عبارة عن إنسان فاضي قاعد طول النهار والليل على التليفون وما بيسيبش خالص البليستيشن أو ما بيسيبش خالص ألعاب الإنترنت بس هل إحنا اكتشفنا فعلاً احتياجات أولادنا اللي هم بيشبعوها من خلال التليفون أو لحظنا ميولهم ومهاراتهم واتجاهاتهم نحي إيه؟ وهم عايزين يجربوا إيه؟ ويستثمروا حياتهم في إيه؟ ده سؤال مهم جداً لأن في الغالب في بعض الأحيان إحنا بنحاول إن إحنا نخلي أولادنا ماشيين على أحلامنا فهل بنحاول إننا نطول بالنا على أولادنا ونكون حرسين عليهم ونسمعهم ونشجعهم إن هم يعبروا عن نفسهم ونحاول نقرب منهم ونقرب من أحلامهم اللي هم عايزين يحققوها ويقصدوها ونصغها معهم بوضوح حضرت النبي صلى الله عليه وسلم سمع سيدنا الحسن فقال على سيدنا الحسن سيغلو حلمه فقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين يا سلام على الحلم الله أكبر حلم القيادة والريادة الهادئة هو ده سيدنا الحسن عليه السلام فيه أولاد كتير ما بتبقاش عارفة نفسها ولا إيه اللي نفسها فيه عارف أنت مش عارف نفسه في إيه اهتمامنا بدعم أحلام أولادنا ده جزء من التربية الرشيدة وجزء من الدعم الرشيد لأولادنا اللي بيحميهم من الفراغ والشعور بعدم الأهمية والشعور بالعدمية وبيحميهم من ملء الفراغ بأمان مواقع التواصل لعلي ممكن واحد فيهم يجد لزة يجد أي حاجة في الألعاب الألكترونية أو إنه هو في الأخي خالص ممكن يحمي نفسه بإنه ما يعتزل ويعيش في عزلة ويقفل بباب عليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بنكرر إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بنى هذا المعنى في سيدنا الحسن وقال هذا الكلام العجيب بس هو في نفس الوقت كمان مش كان بيعمل كده بس ده كمان قبل انتقاله المبارك بي أبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم عين سيدنا أسامة قائد على الجيش إيه ده؟ واحد حلمه شوف شكله إزاي وابنى عفراء إزاي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حقق لهم حلمهم إن هم يكونوا كمان أقوياء أشداء يدفعوا عن هذا الدين في نمازج مختلفة للمربين في تعاملهم مع أولادهم فيما يخص أحلامه في نموذج بيركب أحلامه على أحلام أولاده يا نهر ربي يده ولما يكون الأولاد عندهم حلم مغير ممكن المربي ده أنا ليه ما أقول المربي ده لأنه ممكن يكون الأب أو الأم أو الجد أو ممكن يكون الأستاذ ساعات الأستاذة كمان في المدارس بيعملوا كده يقول له ألا ده أنا شايفك تبقى كذا 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 يقول له اسمع الكلام أنت كذا 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 أنت هتطلع أستاذ أحسن مني أنا بس أنا مش عايز أستاذ أنا عايز أبقى عازف لا تبقى زي أنا فالنمط الأولاني من المربيين إن هو يعمل إيه؟ يركب حلمه على حلم الولد فممكن المربي يعاند أو يتفه من حلمه عشان في الآخر يتبنى الولد الحلم بتاع أستاذه الحلم بتاع أمه الحلم بتاع أبوه اللي هو أشايف إن هو الأنسب لي وأنا عارف مصلحة أكتر منك أصعي إنت عارف مصلحة أكتر منه بس إنت مش هتعيش حياته بدل منه بالمناسبة يعني ما حادش يزعل إنت ممكن تكون عارف مصلحة ابنك أكتر منه بمعنى إن إنت عارف مجالات في الحياة ممكن تجيب فلوس أكتر أو مجالات في الحياة تخلي واحد ليه قيمة بس مش عارف مش هتقدر تعيش حياتك حياته مكانه أو لو الأولاد ما عندهمش حلم يختار لهو الحلم يعمل له حلم كده يعيف له حلم كده هو تحس كده زي البدلة الوسعة الولد يبقى لبسها كده ومنظره مضحك كده إن هو لبس الحلم ده والحلم مش جاي على قده حلم واسع قوي عليه فيفضل الولد يعوم فيه ولا هو عارف يعمل إيه بس هو خلاص لبس في الحلم ده وهو عايش الحلم ده فيه نموذج تاني بقى بيتمنى أولاده يكونوا نكحين وراضيين في أي مجال يكونوا فيه بس عشان هو باحث عن الكمال فبيشكك في خدرات أولاده وماشي يبقوا شطرين بس هو طول الوقت هو كيف نقد شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يربي سيدنا أنس فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء انتركته لما تركته هنا مش إن حضرة النبي حضرة النبي أتحله إنه يجرب حضرة النبي لم ينقضه وهي دي المسألة هي دي النقطة إن حضرة النبي كان لا ينقضه النقدة الذي به ينقضه يعني يهده وطول الوقت الشخص ده هو آه عايزه يبقى كويس بس في طول الوقت بيعمل ايه؟ يقارن بينه وبين أولاد أوراد غيره فيكون الأولاد معرضين لفقد الثقة بأنفسهم بدرجة كبيرة جدا 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 فيه نموذج بقى تالت مبالغ في دعم ثقة أولاده بالأنا بسميه بظاهرة نفخ الزات أنت ما فيش زيك أنت تنين ربنا ما خلاقش تنين زيك أنت ضفرج اللي بتطيره أحسن من أي حد أنت بس ويرفع سقف توقعات ابنه لغاية ما ابنه في لحظة من اللحظات يلبس في حيطه ونزيك إلا حاصل ما يخلوش يعيش بقى بقولي تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة طول الوقت هو مغرور وعنده اخترار فيه نموذج رابع بقى لما بيحس أن أحلام أولاده مختلفة عنه وعن رؤيته بيسيب إيديه خالص خلاص بسهلين دي أحلامكم خلاص روحوا أميلوا لأنتوا عايزينه والأولاد يكملوا مع نفسهم من غير رعاية ولا دعم وفيه نموذج بقى ده النموذج الأقرب بالاتزان النموذج ده اللي هو بيسيب الأولاد بقى لما أهموا نموذج بتاعهم ده الأقرب بالاتزان بيؤمن إن ابنه ربنا خلقوا بميول وقدرات مختلفة عنه يبقى ابني مختلف عنه طول الوقت وبيحاول يلاحظ هو ابنه كويس فين وبيحاول يدعمه ويساعده ويوجد له فرص أو يلاقيه له فرص للتجربة ويبص فيه الأمل الزق يعني إيه يزقه عشان يحاول مش يزقه عشان يروح للي هو عايزه أولادنا طول الوقت محتاجين مننا شوية حاجات محتاجين إن احنا ندعمهم محتاجين إن احنا نسندهم محتاجين إن احنا كمان نكلمهم محتاجين إن احنا نحاورهم محتاجين دعمنا طول الوقت وجدنا في ظهرهم لكن من جواهم محتاجين لنا بشدة حتى لو قالوا لنا مش محتاجين لنا وده جوء من قوله صلى الله عليه وسلم ده هو تتفعيل الحقيقي لقوله كلكم راعن وكلكم مسؤولون عن راعياته ما حدش معزرة يعني لما واحد بيرع حد مش لما يمشي يقول خلاص هو حر لأ هو بيجر وراءه الحسن يحصل له حاجة وهو ما يكونش عارفها يساعدوا فيها مهم ان احنا نعلمهم دور الاحلام في حياتنا انها ربنا سبحانه وتعالى ركبها فينا عشان نوصل الى الله عشان ندوق نعمته عشان نستثمر نعمته ونبقى استثمرنا الحقيقي نعمته ان احنا نتحول الى معمرين هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها فنتحول الى بنا قدمين معمرين ربنا سبحانه وتعالى يجر القيمة على ايدينا فيبقى كل واحد فينا له قيمة لما ربنا سبحانه وتعالى يتحلو ان هو يحقق حلم فيتحول له قيمة فقيمة المرء بما يحسنه بما يحققه فمن خلال احلامنا بنحقق المقاصد من وجودنا يبقى عبد لانه عارف ان هو عنده مدد من الله وبيعمر بيعمل قيمة اضافية وبيزكي نفسه وبيزكي نفسه دايما بيعيش بلا حولة ولا قوة الا بالله يا سادة الاحلام مش جاية عشان السروة والقوة مش جاية عشان الكم ولا جاية كمان عشان الشهرة ولا جاية عشان اكون مميز وافضل من غيري ولا جاية كمان للوجاهة الاحلام جاية عشان نستثمر نعمة ربنا ولئن شكرتم لا ازيد انكم النعمة الحلم كده الحلم هو استثمار النعمة هو شكر النعمة لما تيجي تسأل كده العلماء يعرفوا شكر النعمة يقولك ايه هو صرف النعمة في مرضات المنعم فالحلم هو ان انت تستثمر نعمة ربنا والدوق حلاوة وسعها يبقى لأحلام سبحان الله انا كده فهمت حاجة مهمة اقوى ان الحلم من اهم عناصر تكريم الانسان وتعالوا نتأمل كده هو انتوا سمعتوا عن حيوان ليه حلم ده ربنا سبحانه وتعالى جعل الاحلام جزء عشان نعرف ان ربنا كرمنا ايه ده الحلم يعني في المستقبل اتمنى شيء ادم والحلم ده هو جزء من قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون ده تكريم عظيم من الله فيه خمس حاجات بقى لازم نساعد اولادنا يكون لهم احلام وندعمهم ندعمهم ندعمهم حتى يحصل لهم نمو رشيد اول حاجة ان احنا نعمل ايه نتيح ليهم ونعرضهم لانشطة ومجالات مختلفة اللي هو مسألة ايه الاتاح نتيح ليهم نتيح ليهم انهم ما يعملوا ايه يتعرضوا لخبرات مختلفة بفرص مناسبة واحنا بنعرضهم نلاحظ واحنا بنتيح ليهم الفرص دي وبنعرضهم للفرص دي نلاحظهم ونسمع منهم عشان نساعدهم عشان يقدروا يعرفوا انفسهم ويقدروا من خلال الانشطة دي يكتشفوا قدراتهم ومهاراتهم المركزية اللي هتفتح عليهم خير كبير اوي 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 تاني حاجة التمهير ان نخلي محاولاتهم دي لما ينجحوا فيها تتحول الى مهارة بعد ما اولادنا يختاروا المجالات والانشطة والميول ويعملوا ده نحولهم ان هم يعرفوا مهاراتهم ايه السلوك اللي لما يعملوا يبقى ايه اللي حاصل بينجح قادي تبقى مهارة ونقصل فيه ده ونقصل فيه القيم الحاكمة للمجال والمهارة اللي هي عنده ده ويفضلوا يعيشوا ويتدربوا ويعيشوا ده مهم نتعلم قيم كمان زي الجمال والستر والاحترام وكمان العزة واحترام الناس كمان تكريم الناس من خلال ان احنا نقدم محتوى للناس ينفعهم في كل وقت وكل ادان على فكرة الاتقان ده ومسألة ان هو يبقى ماهر ده هي العمود من اعمدة ان الانسان يبقى صامد وعشان كده جزء من التمهير التجربة انه يجرب انه ينتج وكمان جزء كمان ان احنا نحتاجين ان احنا نعمله تفويد نفوضه في بعض الحاجات اللي موجودة في البيت يتفوض في جزء عشان يختبر مهارته انه يتفوض انه يعمل شوية اشياء في البيت تالت حاجة وثالت حاجة نعملها مع اولادنا التوكيد نأكد له بقى المهارة بتاعته ندعم توكيدهم لذاتهم لازم يبقى عنده توكيد لذاتهم من خلال ان احنا نساعدهم يعبروا عن نفسهم ونسمعهم بحرص ويه بطول بال ونأكد على ان احنا مقدرين جدا جدا التجرب اللي عم فيهم اخر حاجة ممكن نعملها بقى التأمين ان احنا نأمنهم ان احنا نحسسهم بامان اننا في ظهرهم وان تجربهم ما تكون كده ممكن نضيف حاجة خمسة كمان ان احنا نعمل ايه توسيع الافق اللي ممكن نسميه فتح ابواب الامل اننا دايما نبشرهم ونؤملهم ان ربنا سبحانه تعالى واسع وما فيش حاجة ابدا عتضيق عليهم وكل اللي ما يحسوا كده نفهمهم ان الامل من حسن الايمان نعمل ايه بقى نور شوية اجراءات كده نتعود على الحضور مع اولادنا نبدأ نخصص معهم ساعة مسلا ننوى بها الحضور والتركيز معهم نكون مركزين احنا قاعدين مع اولادنا مركزين نلاحظهم ونسمعهم وما فيش مانع على فكرة ان احنا نعمل نقد مش نقد وما انتفهش من اللي هما بيقولوه لكن نقول لهم لو عملنا دا يكون احسن لو عملنا دا يكون احسن تاني حاجة نقعد مع اولادنا ونشترك ونشترك معهم في انشطة ونجرب معهم حاجات جديدة في الاجازة وخاصة الاجازة عندنا فنقدر نعمل الكلام دا تالت حاجة نقعد مع اولادنا جلسة كل شوية كده وخاصة بعض الانشطة نساعدهم فيها يقيموا تجربتهم وهم عملوا ايه وساعتها انا اظن لو عملنا كده مع اولادنا احنا نقدر نساعدهم جدا جدا عن انهم يبنوا احلامهم بشكل صحيح يا سادة احنا طول الوقت عندنا حاجات مهمة جدا 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 لازم نعملها لازم نعمل اشياء كتيرة مع اولادنا ولازم نكون في حالة صحيحة مع اولادنا كل ما نعيش مع اولادنا كل ما حياتنا هتكون افضل كل ما هتكون الدنيا اوسع كل ما هتكون الدنيا افضل نعمل ايه بقى اولادنا مش بس امانة اولادنا حياة واسعة جددوا حياتكم بان انتوا تزودوا احلام اولادكم جيددوا حياتكم وعيشوا مع اولادكم حياة سعيدة وخلونا نكون معاهم كمان في مستقبلهم احلام اولادنا مش هي احلامنا بس احلام اولادنا ساعة لما نشوف ان الثمرة والزرعة اللي زرعناها جايبة ثمرة صحيح طعمها ممكن تكون مختلفة عن طعمنا لكن هي جزء من حياتنا مش لان احنا ملكنها لا لان الملك سبحانه وتعالى اراد ان هو يورينا لون جديد في حياتنا واحنا بنتفرج على اولادنا وحياتهم بتتسع وبتتوصل وكمان بيبقى فيها مدد من ربنا سبحانه وتعالى ده كله مش هيكون الا مع الامل بس احنا 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 ب